اشتركوا في القناة عشان كده هنتكلم النهاردة عن ازاي نحول البلاء الى طاقة ايجابية ازاي نحوله الى عطاء ازاي نحوله الى شيء مصمر وعشان كده هيكون معنا النهاردة في حلقتنا الداعية الاسلامي الدكتور عبدالله رشدي عالم من علماء الازهر الشريف اهلا بحضرتك يا دكتور شغفتنا اهلا بحضرتك قبل يا دكتور ما نتكلم عن ازاي نحول البلاء الى طاقة ايجابية عايزين نعرف ايه هو مفهوم البلاء لان في بعض المشاهدين ممكن مش عارفين يعني ايه او مختلط في ذهنهم المفهوم بسم الله الرحمن الرحيم انت تقريبا لخصتي اللي انا عايز اقوله كله في الساعة اللي جاء في المقبل هو البلاء فعلا من سن الله عز وجل الكونية وسنة كونية يعني ايه سنة كونية يعني زي ما نقدر نقول كده يعني ايه من عادة الله في خلقه يعني من سنة الله الكونية ان ربنا مثلا ربط بين الاسباب والمسببات اننا لما امسك التليفون ده فيترفع كده من مكانه من سنة الله الكونية اننا لما بيتقدم بها السن جسمي بيضعف وبموت بي سنة كونية كذلك من سنة الله الكونية انه لازم يكون في ابتلاء يعني ابتلاء يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يختبر الانسان في حاجة في حياته هو بيحبه هذا الاختبار خلي بالحضرتك ان الناس فهمها غلط مش لازم الاختبار ييجي او الابتلاء ييجي في حاجة انا بكرهها يعني مش لازم مثلا ييجي ابني يموت ولا انا اعيا ولا عربية تتعمل حدثة لا ده الاختبار قد يأتي بالمحبوب يعني ايه بقى يعني ممكن واحد ربنا يبتليه يقوم يبتليه بالصحة خلي بالك واحد يبتلى بالمرض يجيله مرض ده احنا عارفينه كلنا ايه المستشفيات مليانة واحد يبتليه بالصحة ازاي ربنا يديله صحة وفتوة وقوة وفحولة ويبصي تحسر كانوا ماشي بالله كده ايه عشر الجلاب بعض حيطة ماشي قدامك هذه القوة وهذه الفتوة انت هتعمل بها ايه هل ستسلطها على الضعفة والناس الغلابة وهل حتتخذها سلاح تبقى بلطجي وتبقى خط وتؤذي الناس وهل ستزرع في قلوب الناس الخوف منك هو ده ابتلاء طيب ابتلاء تاني مثلا واحد نفسه ربنا يكمل فلوس وبينام ويوم يصحى يحلم كلنا من يحب الفلوس دي طبيعة الانسان كده طيب زويل ان الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة مش من الجنيه ولا ميتينهم لألفهم لأ قناطير مقنطرة يعني ايه يعني شويلة الدهب كان ما ترصص الانسان طبيعته كده فيقوم تلاقي واحد سبحان الله يجي ربنا والسادة يدي له بقى فلوس كتير جدا بلا حساب ده ابتلاء انت عايش في نعيم بس في قدامك ناس مش لقيا بيت تعيش فيها انت قاعد في تكييف ومستريح في ناس قاعدين في عشاش بيتنفسه رطوبة انت عندك عربية مريحاك في واحد بيتطر يعني يستنى كل يوم بالساعة والساعة ونص على المحطة عشان يركب الوتوبيس باشتراك ابو نص جنيه عشان هو قدرته كده هل حتوقف جنبه ما هو ده ابتلاء طيب ابتلاء بالنعمة مثلا من نوع ثالث الوقت في واحد يعني يتلاقي ربنا سبحان الله مش مديه الوقت بيشتغل وردية الصبح ويرجع ينام ساعة ويقعد مع ابنه الساعة دي بيقعدش مع ابنه ويصحى ينزل يشتغل الساعة طشر بالليل عشان هو يعني عايز اخر الشهر يجمع الفين ثلاثة يجيب بيهم لقمة لعياله واحد في شقة يجار وحلته كرب واحد تاني قاعد بيصحى من نوم يقوم والحمد لله عنده فلوسه في البنك وبيتجيب له الفلوس وانه عنده مشاريع وعنده أنشطته قاعد بيقتل الوقت قتلا يعني مش لايه حاجة عاملة تلاقيه يقولك انا مكتئب انا حزين انا كرح حياتي اده ابتلاء فمبدئيا فكرة ان الابتلاء بيكون في الامور المكروعة فقط دي فكرة غلط الابتلاء بييجي بالنعم وييجي بالامور التي تبغضها الانفس النفس بتكره المرض وتكره الفقر وتكره المشجلة وتكره وتكره ييجي بدي زي ما ييجي بدي لذلك ربنا الاباء قال واجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني ايه واجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني انا مثلا راجل صحيتي على قدي ومش قادر امشي وتعبان وشوفك ماشى الله ماشى كويسة واحدة ماشى جانب في الشارع حلوة قول الله مستي ليه ماشي حلوة ويشبعنا انا تعبان هي عندها صحة انا ما عنديش ليه اهو دي فتنة ليه مثلا ربنا مثلا يكون مديني فلوس ومش مديلك فانت تقصديني في حاجة او خدمة فانا اتكبر او اتمنى اقول يعني ما تروح تشتغل هي الناس بتشهد كده ليه خدتي بال حضرتك ده دي فتنة فتنة ليه اننا ربنا سبحانه وتعالى بعضك ليه هل سأحسن التصرف معاك ولا هتعالى وتكبر عليك ده معنى الاية واجعلنا بعضكم لبعض فتنة دايما اللي معاه فتنة اللي معهوش ازاي بقى ان انا ما حسد كيش لو انا معيش واللي معهوش فتنة اللي معاه ازاي بقى ان هو يطلع من ماله وتصدق هي نظام الدنيا ربنا مشي كده لذلك دايما فيه لازم يكون فيه تكامل في الحياة ربنا ما خلقش انسان على وجه الارض عنده كل المقدرات يعني ما فيش حاجة اسمها انسان عنده كل شيء ده مش موجود لو ربنا مديله الصحة ومديله الذكاء ومديله مثلا الوسامة او واحدة مديها الجمال هتلاقي مثلا نازع منها صفة مثلا الاطمئنان النفسي قد تلاقي انسان او انسانة ما شاء الله ربنا موسى عليه ومعاه ملايين الدنيا كلها لكن يشعر بالقلق على طول على طول هو الوق او مكتئب اه على طول وانت لما تشوفيه حضرته تقولي الله ازاي الجدع ده بالنعم دي كلها مكتئب ده ازاي ازاي مسعيد ده انا لو عندي ربع الفلوس بتاعته ليه كنت هزقطت لا انت لو حضرتك عندك ربع فلوسه مش هيجتمع عندك ربع فلوس نعمة الفلوس مع نعمة الرضا اللي انت فيه حيتشل منك واحدة فربنا عمل توازن عمل زي بالنس كده في الكون كل واحد مثلا حنفرض مثلا المجموع عشرة اه كل واحد معاه العشرة دول بس انت معاك العشرة اريد بتوعيك واخدهم مثلا صحة واحد واخدهم عقل واحد واخدهم فلوس واحد واخدهم حلاوة لسان بقرف يتكلم واحد واخدهم وسامة واحد واخدهم جمال واحد واخدهم قناعة واحد واخدهم ثقة في النفس تمام لعشان ده دايما يكون محتاج لده الرجل الغني لا يستغني أبدا عن السباك ولا يستغني عن الرجل الذي يساعده في إخراج القمامة من البيت ولا يستغني عن الغفير اللي يحرصه الفيلا والأصر والبيت اللي وقعت فيه دايما فيه تكامل ففكرة أننا الناس فهم أن ابتلاق يعني ابتلاق بقى أن رجل مأشف ومكسر يعني هو مش في نعم بس آيوة لا بييجي قد ييجي الابتلاع على هيئة أن ربنا يشيل من واحد نعمة وقد ييجي عليك أن ربنا يديه النعمة دي بيزادة جدا أدي حضرتك مثال مثلا ربنا قال في القرآن في سورة القصص قال إن قارونك بسم الله الرحمن الرحيم إن قارونك كان من قوم موسى فبغى عليهم قارون ده كان واحد من قوم سيدنا موسى عليه السلام فبغى عليهم يعني اتنطت عليهم شاف نفسه عليهم افترى عليهم شوفي بقى ابتلاق قارون ربنا يقول لك وآتيناه من الكنوز الكنوز اللي عنده الأرصيدة اللي عنده الدهب اللي عنده ايه بقى قال لك طن اتنين لا وآتيناه من الكنوز الكنوز اللي عنده ما إن يعني حجمه يقبله مفاتيحه لتنوء به العصبة وقل القوة يعني المفاتيح بتاعة الخزن بتاعته من كتر الخزن اللي متروسة دهب المفاتيح دي كلها محتاجة رجالة شويلة مفاتيح عشان يشلوها العصبة يعني المجموعة القوية من الرجال لو جمعنا مفاتيح الخزن مفتاح ده وزنه ما جيبش 200 جرام 200 جرام ايه 10 جرام 20 جرام مفتاح بتخيلي بقى حضرك واحد عنده كومة مفاتيح كده انت لو شل لو جيبنا رجال أفذاذ ما يدرش يشلوها يعني بتاع مثلا ايه 100 كيلو 200 كيلو مفاتيح بتخيلي ما واحد يكون عنده مثلا 100 كيلو 200 كيلو مفاتيح لمية 200 خزنة مالين اندهب ايه كمية الفلوس دي كلها كمية مهولة كمية عظيمة جدا عقلك يجهل لا يستطيع انه يتصور او يقدر وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنق به العصبة ودو القوة اذ قال له قومه لا تفرح الناس اللي معاه جمعته الناس اللي جنبيه ادوله ما تباش كده ما تضبطتش علينا لا تفرح اوي كده ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة الارشن اللي ربنا مدهم لك دول طلع منهم لله مش هيخلصوا ادي لده و ادي لده و شوف ده و شوف ده و احسن كما احسن الله اليك وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا طلع لله و خليك في الدنيا برضو يعني محدش قالك طلع كل دول الله بس ايه عملت وازن و احسن كما احسن الله اليك زي ما ربنا اداك و كرمك رد هل جزاء الاحسان الى الاحسان ما يستخصارش الله يفتح عليك قارون باشا ما عجبوش الكلام ده قال لهم لا ربنا من اللي مديني زي ما احنا بنسمع النهاردة شباب كتير وبنات كتير يا أستاذة نانسي يقولك لا ده انا ربنا مين ده بابا و ماما هو اللي اشتغل وتعب و جاب لي الفلوس دي ده صحيح ده انا بدراح اللي اشتغلت ده انا اللي تعبته وبنات الشركة دي قالب قالب طب مين اللي اداك المقومات الفكرية اللي هيئتك ان انت تبني الشركة دي قالب قالب و ربنا اكيد طب فقارون جي قال لهم لا قال لهم انما قال انما قتيته الفلوس دي جات لي ها حصلتها على علم عندي اه ده انا اللي تعبان و انا اللي عندي علم و انا اللي بفكر انا اللي عملت الكلام ده و نس ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ضر الفلوس دي اه ده كان ابتلاء بالايه بالنعمة في النهاية كانت نهاية قارون فخسفنا به و بداره الارض اتشاءت الارض بلعته هو و كنوزه ربنا يقول فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله كل الهيلمان اللي كان حوليه ده كله راح خلاص انتهى و ما كان من المنتصرين لحد عرف ينصره و يمنع عنه الخسف ده ان الارض تشاءه تبلعه ولا هو عرف ينصر نفسه بنفسه فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله حد يشوقف جنبه و ما كان من المنتصرين هو جات نفسه معرفش اي من حاجة ربنا اقولك بعده ايه بقى و اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس اللي كانوا مبارح بيقولوا عايزين له بقى زيه يقولون اصبحوا يقولوا ايه ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر يعني ده ربنا بيدي الرزق لعباده و يوسع على ده و يدي على ده بيقول الحمد لله لو لا انمن الله علينا لو لا ان ربنا بيحبنا لخسف بنا يعني لو كنا خدنا فلوس زيه كنا عيشنا ليش بتاعته دي و بهدنا البهدالة دي و اتنططنا عن الناس كده كان زمانا في بطن الارض معا طواما يعني برضو البلاء في الارزق الله يفتح عليك البلاء بيجيلك بالفلوس الكتيرة و بالصحة الكتيرة و بالنعم الكتيرة و يجيلك النحية التانية فما يجيش واحد يفتكر ان هو بعيد عن البلاء قد تكون انت عايز في الوطمان تشداري الله هوانا ما بيجيليش بلاء ليه و ربنا ما بيحبنيش و ربنا مديك حاجات كتيرة مديك و انت ماشي بعربيتك في الشارع و الناس وقفة مثلا بالليل او في زحمة و راجل كبير و عمال يشاولك في طريق مأطوع عياز عربيه من لك يتوصله و انت حضرتك مكسل تدوس على البلانس بدواست الفرامل تقف فروح تماشي و يسايف اهو ده بلاء يوم الهامة ده يجيلك فاكر عبدي الفلان الفلان لما كان واقف و احتاج لك و انت نفط و مشيت اهو ده نوع من الابتلاء اللي انت ماشي كده تلاقي وحدة ست قاعدة عجوزة وتعبانة و تقولك لله يا بنتي انا مكسل و نزل الازازة العربية و طلع خمسة جنيه دهالو اصلا دول بيبنوا امرات اصلا دول عندهم ملايين اهو ده ابتلاء اهو ابتلاء ان ربنا ها انا مديك الفلوس معاك ايه بس كل المضوع عن نشطانك بيقولك لسه يا ولد حتيف تحجبك و تنزل والعربية خوشه حر و التكيف امشي حد جدا هيدليك فعلا وصلت للدرجة دي لأيه اه و تلاقي بقى و كله ييجي و يقولك نفس الكلمتين دول حد جدا هيدليه في الاخر الست ما تاخدش حاجة اهو ده ابتلاء فالواحد يقولك الله طب انا ربنا مش بيبتلين ليه ما انت مبتلة اهو ده قدامك نقاط ابتلاء عمال يتعدي عليك هو مش ويخد بيله اصلا خالص ولا منتبه و عمال خلي بال حضرتك عمال يجمع فشل على فشل على فشل على في النهاية يجيله بقى نقمة من ربنا سبحانه وتعالى تقوم تعي يا بنته ولا امراته مش عارف تروح تهرف عليه خلقه وتجنن اللي جابوه ولا الشركة بتاعته تخسر ولا عربيته تعمل حد سيقولك يا رب انا عملت ايه يا رب ده انا كويس وماشي في حالي يا رب ده انا راجل كويس ما بأزيش حد لا ربنا ما خلقناش في الحياة علشان نكون سلبيين تجاه الاخرين تمام طب حضرتك عايزين نعرف بقى ايه الحكمة من البلاء لان في ناس كتير اكيد مش عارفين من الموضوع الحكمة من البلاء هي الحكمة من التكليف ايه هو التكليف التكليف ان انا اقول لك اعمل ده ما تعملش ده ربنا خلقنا اول ما بنبلغ في تكليف يعني فيه اوامر صلاة زكا حجاب معرفش ايه حاجات عندنا كتير وفيه منهيات سرق سريقة غيبة نميمة كذب شرب خمر كل الحاجات اللي نعرفينها دي تمام ربنا خلقنا بنا دور بين الاتنين دول بين اعمل ده يا عبدي وما تعملش ده يا عبدي اعملي ده يا امتي وما تعملش ده يا امتي احنا مخلوقين عشان نمشي من الاتنين دول تمام طب الابتلاء بيجي عشان ربنا سبحانه وتعالى بيختبر مدى صدق الانسان الانسان الصادق اللي هو ايمانه قوي لما تجيله مصيبة هيحمد ربنا سبحانه وتعالى ويصبر لحد ما ترفع عنه المصيبة اللي هو ايه الانسان المؤدب مع الله وفيه انسان تاني يعترض تجيله المصيبة اهو انا عملت ايه هو يعني اهو انت يعني في ناس انا باسم حاجاته اللي يعزو بالله يعني كفر صريح يعترض على الله يقولك يعني انت سابق الكون كله جيت علي اه وشمع نانا وشمع نانا شمع نانا لا ما ينفعش نقول ربنا شمع نانا يعني هو انت دلوقتي لما ربنا اداك مثلا نعمة ان جهازك الهضم ده شغال شغال موقفش نعمة ان انت قلبك ده شغال نعمة ان انك دي شغالة كل النعم دي كلها او عداها عليك حسبك عليها ما حسبكش عليها طب لما يجي لك كده في سنة من السنين ولا في يوم من الام كده ايه تاخد لك كده حاجة تفوقك او حاجة ما هو اللي بتلاقي بيجي اما عشان انا فوق انا بعمل بلاوي فبيفوقني يا ربنا بيحبني في ضربة كده فوق انت انت بقلك فترة وماشي في سكة مش مصبوطة ارجع بقلك فترة سكتك طريقك من الصح ارجع او يجي لدي الابتلاء ممكن يكون ماشي كواس وكل حاجة بس ربنا عايز يورين قدام نفسي يا ترنا ايماني صادق ولا انا من الناس اللي هي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى ماشي كده على ايه على حرف كده ان جاله خير الحمد لله شكرا يا رب ان جات له مصيبة ليه تعمل فيها كده ويبدأ يتنطط زي الارد ايوه لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يعبدوا الله على حرف ماشي على حرف كده على خير بصي حرف كده زي واحد ماشي على صور كده هيوقع فان اصابه خير ان جاله خير اطمأ النبي وان اصابته فتنة ان جاله شر انقلب على وجهه اللي انقلب على وجه ده اللي هو بيقعد يسخط ويتذمر ويشتكي ويلوم ربنا قال فيه خسر الدنيا والاخرة بيطول دنيا والاخرة لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه ان عظم البلاء مع عظم الجزاء يعني على قد ما هيجيلك البلوة او الحاجة المصيبة كبيرة على قد ما هتاخد قدامها اجر كبير تمام يعني احنا كلنا مختلفين يعني فيه شخص ممكن يبقى طاقة تحمله غير طاقة الشخص التاني يعني فيه واحد ممكن يجزع وفيه واحد ممكن يصبر فيعني ايه مثلا يعني اشد انواع البلاء اللي ممكن تحصل وامثلة عليها عشان نستفهمها اكتر الانواع البلاء ده حصر له ومهما كان الذي ابتلاني الله به ما فعشان انا اجزع اجزع دي يعني انا انا باعترض لسه بقى كنت اقول لحضرك سيدنا النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال ان عظم البلاء مع عظم الجزاء صلى الله عليه وآله وسلم وان الله اذا احب قوما ابتلاهم طالما انت ربنا يبتلك وربنا بيحبك فيك خير فربنا عايز ينظفك بس فيك شوية شوائب كده عايز يطلحها منك عشان تقبل ربنا نظيف قال لك وان الله اذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا اللي وقف كده محترم كده ووطر سوء السمعا وطاع يا رب يعني راضي بكل قضائك ده رضي فربنا يرضى عليه ومن سخط اللي اعترض فله السخط ربنا يسخط عليه فمهما نزل بالعبد من بلاء الشيطان هيجيله على طول عشان ايه يستغل اللحظة الضعف دي وخليه يخرج بردين ويكفر ويعترض وفي ناس اصلا ما بتبقاش فهمة انه لما تقول طب اشمعنا انا طب مش عارفين ده حاجة كبيرة قويا اه طبعا وناس كتير بشوفها برضو بتقول كده طبعا يعني ان مفترض ان انا ما قلش اشمعنا يعني هو مثلا لو كان اداك في الوز دلوقتي او اداك نعم كنت هتقوله اشمعنا انا يا رب ما روح ادي الناس دول كنت هتقوله كده ولا كنت هتقوم تتنضى تقوله شكرا يا رب الحمد لله زي ما بتقبل النعمة تقبل الابتلاء يكون دايما قلب الانسان شاكر وراض بما يكتبه الله عز وجل صحيح انا هزعل وصحيح انا ممكن يعني اتنرفز رد فعل الانسان على المصيبة اللي بتحصل له بس اخلي ده في الدنيويات يعني انا زعلت ان الكبيرة تكسرت واتضيقت وتنرفزت والكبيرة مثلا انتهب او تسرقت مني بس ما يتحولش زعلي ده الى نقمة على قدر الله ويبدأ شيطان ياخدني للليفر الاعلى ويهيرني كده فوق انت ليه تعمل فيه انا كده اش معنى انا من بين الناس دي كلها اللي اخترتين عشان تبتليني اه هو ده بقى السخط هو ده السادة الامر طب الناس اللي تشوفنا وتعمل كده دي حاجة محتاجة يعني تدريب اه طبعا طبعا محتاجة الحاجة دي ان الانسان يجي بصي ما هو شوف اقول لحضرك على حاجة الامور دي كلها تيجي بالميران تمرين والممارسة يعني انا ايه انا على طول بعود اصخط واسب والعن لازم اخد بيلي في الموقف اللي جاي امسك نفسي امسك نفسي بلسا بنسبة عشرة في المية حلو اللي بعده اشترين في المية حلو يا ربنا شايف ان انا بجاهد نفسي هو وربنا علم بنيتي فربنا هيساعدني ربنا قالوا الذين جاهدوا فينا يعني اللي تعبوا علشان يوصلوا لنا اللي ها يعني بذلوا مجهود لنا هديانهم سبولنا حنوفقهم حنفتح عليهم ونكرمهم بس نتعب ما هو كل حاجة مقاومة يعني انا مثلا نفسي اخد لي مثلا كسين خمرة دلوقتي وهموت عليها وصحابي كلهم بيشربوا فانا خرجت لاتهم اعملوا كده فانا ما عملتش ده انا عملت ايه جاهدت نفسي كبحتها عن الامر ده تمام عشان كده جاي منها كلمة تقولك المكابح الفرامل يعني اللي بتكبح الله يفتح عليك بتكبح الانسان توقفه فانا وقفتنا كبحته جماحه نفسي بدل ما اترك كده تنطلق زي النفوس البهيمية لا عملت كنترول عليه فكل شيء بيجي بالتدريب وبالصبر كمان الله يفتح عليك لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما اعطي أحد عطاء أوسع من الصبر أحسن نعمة ربنا يديها للإنسان اللي يكون عنده صبر لذلك ربنا سبحانه وتعالى أوصل نبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له في أواخر سورة الأحقاف فاصبر كما صبر قوله العزم من الرسل يعني بقوله الأنبياء اللي أبليك اللي تعبوا أبليك وأقوامهم كانوا مزعجين وكانوا معترضين وكانوا بيضيقوهم وأكفرون برسالاتهم اصبر اصبر زي دول دول نموذج قدامك فيعني أحدوا حجوهم ده مش شديد كده ده إنسان ضعيف إنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب جت بقى تنرفست وشتنا ركبني وهما هفترس واحد أمسك نفسي هو ده الشديد هو ده الإنسان اللي عنده قدر على التحمل ده الإنسان اللي عنده قدر على إدارة الموقف إدارة الناجحة تمام طب يا دكتور عايزين برضو نعرف يعني إيه الفرق بين الابتلاء والعقاب هو الابتلاء ممكن يجي أي حدا ممكن يفكر دلوقتي إن أي ابتلاء قاب يعني أي حدا تحصل له لا هو ممكن يكون الابتلاء حكتين إما أن يكون ابتلاء تشريف أو ابتلاء عقوبة ابتلاء تشريف يعني يعني عبد صالح وده الإنسان بيعرفه من حاله مع الله يعني واحد عارف نفسه إنه هو مع عصي قليلة وراجل بيخاف ربنا يشعرها ربنا في حساباته تمام يقوم ده لما يجي له ابتلاء ده بيسمه ابتلاء تشريف يعني ابتلاء تشريف يعني ربنا بينظف منه اللي عليه تمام فيه واحد تاني فاسد أنا عارف نفسي لا بصلي ولا بعمل حاجة وماشي خالبها في الدنيا وعمل رزي في خلق الله وقارف الدنيا بصي يعني بصح منهم بقول مين النهاردة أنا هطلع هقارف مين النهاردة تمام عارف أن أنا ماشي بعمل قلق في الحياة يوم يجي له مصيبة أهو ده بابتلاء العقوبة تمام ابتلاء العقوبة اللي هو إيه اللي هو ينزل بالعبد غير الطائع تمام إنما العبد الطائع الكويس ده ما يجي لهش ابتلاء عقوبة يجي له ابتلاء تشريف تمام لذلك ربنا قال ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يعني ممكن يجي له ابتلاء إن فلوسي تقل أخسر في البورصة ولا يحصل حاجة في العملة الضريف فالفلوسي تخسر مثلا تمام ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بحب ببيعلا بحب أمي أصحى الصبح لأيه مات تمام بحب إبني أصحى الصبح لأيه مات أصحى لأيه مرض قلبه يتقطع عليه بس قلبه يتقطع عليه هاعد ألطم وبهدي للدنيا ولا حصبر وقرد حزن كده بالروحة وقول يا رب إنا لله وإنا ليه راجعون يا رب يعني هي أمانتك وقد استرددتها وربنا يجمعني بيه في الجلة تمام وأحزن زي ما الناس كلها بتحزن بس لا أسخط يبقى فرق بين الحزن وبين إيه السخط تمام فهم دول اللي الناس لازم تعرفهم فرق بين الابتلاء ما يكون لتشريف للعبد الطائع وبين ما يكون ابتلاء عقوبة لعبد سيء ولهزو بالله تمام طب النبي عليه الصلاة والسلام زمان لما سئل مين أشد الناس ابتلاءا قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل صحيح فممكن حضرتك توضح لنا معنى للكرام ده هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء تمام ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل تمام فحضرتك ممكن برضو تدرب لنا مع مواقف عشان نسخة وقال لك كمان بقية الحديث وكلما كان في دين الرجل صلابة كلما كان الرجل متدين ومتمسك قوي ها تمام زيد له من البلاء خد جرعة أوفر من البلاء على قدر دينه تمام نظفت الدنيا أسهل من النار فوق أنا مش قدها دي مزبوط تمام فينظف منه في أي حاجة في حدسة عربية في حد يرزي في الشغل بتاعه فمشكلة مع معرفش إيه فعاية في بتاع في قلة فلوس كده تمام على قدر دين الإنسان أو تمسك الإنسان أو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى يجي له ابتلاء وخلي بل حضرتك إن ربنا لما بيبتلي الإنسان الطائع مهما كان ليبتلاءه شديدا ربنا بيبعث له معاه القدر على الصبر وربنا سبحانه وتعالى ما يرسلش عليه البلاء فيهلكه يعني إيه ما يدمروش زي ما قلت كده ما يكسروش ما يجيبش أجله لا يبعث له ابتلاءه ممكن يكون شديد بس ربنا يخليه برضو أقف على رجليه يصبره من ناحية التانية يبعث له حاجة تدعمه يبعث له حاجة إيه دي تشيل دي يعني ربنا لا يهلكه ليه لأنه عبد من عباد الله الصالحين فالله يحبه فيدركه لطف الله حتى هو في الابتلاء طب يا دكتور عبد الله احنا نستقبل مكلمات عشان حضرتك عارف إن مشاهدينك كتير جدا تفضلي يا فانمون تفضلي طيب أوكي حضرتك ممكن تكمل لحمة الله طيب ماشي طيب فيدركه لطف الله وهو في خضم هذه المشاكل طيب يعني ايه تلاقي بقى الناس التانية والناس الطيشة والعزو بالله لما تطبل معاه بتطبل من كل حتة بتقفل نهائيا ضبه مفتاح مية ونور خلاص تقطع من كل جهة إنما الإنسان الصالح مهما بتليه ومهما جاءه من ابتلاء تلاقيه برضو ربنا سيب له ايه متنفس يعني برضو ربنا ايه يعني مية زي من قول كنا ما يكسروش ما يكسرش ظهره لا يسيب له برضو متنفس ويفضل برضو واقف على حيله إنما ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو ينقي هذا الإنسان من بعض الشوائب اللي باقية فيه في الدنيا آيوة ما احنا طول ما احنا مشين في الدنيا بنخطي بنغلط فممكن ربنا واحد زي ما قولنا يبتليه بالمال والصحة وسيبه سيبه سيبه كده ايه وقوم لي لهم إنك أيدي متين خد راحتك عايز فلوس وعايز بتاء وعايز منصب وعايز تخربها في الدنيا خد اللي انت عايزه كله ده بتلقى بيدو كلها نعمة ندتها لك طميم معانا أول مكلمة تفضليها جمال من الشرية أهلا بحضرتك حضرتك ممكن تعلي صوتك ممكن مكلمة قطع ما بيش مشكلة يرجع تاني إن شاء الله معانا أبضل طي عبدالله من المنصورة تفضل أهلا والسلام عليكم وعليكم السلام ممكن أكلم الشيء تفضل أهلا وسهلا يا فندن أهلا أنا بحضرتك جدا أشيك ومتبع حضرتك دايما حضرتك شخصة محترمة جدا صراحة يعني الله يرضى عنك أسيد ويبارك فيك أنا كنت بس عدد حضرتك وأنا جاي للشغل في الشركة بتطلع كروض يعني بمشروعات وكده فهذا يعني لو أنا اشتغلت سيبقى الأجل اللي أنا أردو حرام ولا بقى أنت دلوقتي اللي يهمنا أن أنت ما تطلعش قروض شخصية أو قروض استهلاكية يعني فلوس فلوس أجي لك أنا كده عبد الله أقول لك أنا عايزة أخد قرض عشان أو أنت تعرض علي قرض تعال خد قرض يا عبد الله عشان تشتري مثلا دهب لمراتك تروع على نفسك كده بيسموها القروض اللي هي الاستهلاكية أنا أخد قرض ورايح أن أنا أنفقه على نفسي دي الحرام إنما أنت مثلا دلوقتي هتيجي هتعمل أنت بيد عن القسم ده وشغال في الشركة دي فلا حرج عليك وما فيش مشكلة إن شاء الله يبقى ابعد عن أنك تشتغل في القسم اللي هو بيدي قروض استهلاكية للأشخاص اللي هو إيه تعالي أخد قرض عشر تلاف تعالي أخد قرض عشر تلاف الكلام ده إيه بد عنه نهائيا وخليك في أي قسم تاني من أقسام الشركة وإن شاء الله يعني ربني أبرك لك ولا حرج عليك شكرا لحضرتك كنت أعيز أقول ممكن يا جماعة أن الأسئلة تبقى في موضوع الحلقة وفي الآخر نسيب بحضرتك تسأله الأسئلة اللي أنتوا عايزينها في آخر الحلقة إن شاء الله نكمل كلام نكمل طيب فييجي دلوقتي ينزل يفضل بقى الإنسان ده ربنا إيه هو الإنسان الفاسد ده واللي هو خارب الدنيا ده يفضل ماشي 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 كده الحد ما ييجي في الآخر بقى قبل الموت تلاقيه بقى واللي عزب الله إيه يعني ختم له بخاتمة سيئة يعني تلاقيه بقى إن هو في آخر سنة حياته بقى تبهدل وترمى وماشي جاله بحاجات أمراضه واللي عزب الله مقززة ومؤرفة ده يقى خلاص بقى من كتر البلاو اللي عملها فحياته قبل كده فالإنسان الكويس ربنا بيتهروا في الدنيا أول بقى طول ما هو ماشي في الحياة إحنا بنغلط أكيد فكل ما غلط يوم إيه يعني بيتم التطهير أول بأول ليه؟ عشان لم فجأة أموت ما نعرفش أموت إمتى تقومت بقى دونيتي خفيفة التطهير بيبقى ساعات كمان في المرض مثلا بيه مرض شديد يحصل له أي حاجة عشان إنه ربنا يطهاره تماما شوفي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما يصيب المؤمنة من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطايا يعني أي حاجة الشوكة الدبوس بتاع الطرحة اللي بتلبسيها ده لو شكك كده الشكة دي تماما وده إنسان مؤمن وبتاع ربنا ربنا يشيل بها على طول يقلم من دفتره تماما شوفي كرم ربنا الشكة تماما الشكة الوحدة ليه؟ عشان ربنا عايز نضفه تماما ده الإنسان المؤمن طب ليه ربنا عايز نضفه في الدنيا عشان ييجي واحد يقول لك هو أنا دلوقتي يعني يعني أنا دلوقتي عمال أو ربنا بيعمل فيه كده ليه؟ بيعمل كده فيك عشان بيحبك سماما وعشان عايزي طهرك أول بأول عشان ما تلقى ويقول لك يا عم طب ما فيه ناس بنت ستين في سبين خار بالدنيا وحياتها يزيل فيقول اش معنا أنا؟ آه صح لا دول ربنا قال لسيدنا في القرآن فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا زي ما احنا كده بالبلدي بالبلدي نقول اتقل ده أنا بروألو ده بيد ده أنا بتكتكلو حاجة كده إيه؟ تفرموا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا دول بيتعمل لهم حاجة تناسب الفضائع والبلاوي اللي هم بيعملوها دي تفضل احنا معنا بكلمة أبو محمود من الأقصر تفضل سلام عليكم هم كنت تعلي صوت حضرتك؟ سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لكم ودعاة للدكتور وبعاية فريق الأدار المعطرم وخلاص صع وجمال المعطرمة وجميع المستمعين والله شكرا لحضرتك تفضل بالنسبة كان أنا بعد ما روحت العمرة أنا والما داموا معايا بنتي والحمد لله رب العمين عملت العمرة ورجعت من العمرة فالحمد لله ربنا ابتلاني بشوية مرض في الرقبة العنقية وضاري ورجلية أخذت ثلاث سنين ما بتحركش ما طلعش من البيت خالص فعملت عملية وعملت كل عاية برضو ما فيش بايدة فالحمد لله أنا شوية من دولا وأنا صابر الحمد لله بقول الحمد لله الحمد لله وبرده صابر فيعني أفضل صابر في الدولة بشيطة رحمة كرة والابتلاء يكون خير قردوا بالمقاريد من عظم ما يرون من جزاء أهل الابتلاء الناس يوم القيامة أهلها عافية وأهل ابتلاء في واحد ما جلوش ابتلاء خالص وفي واحد تاني جات له ابتلاءات يوم القيامة ما فيش قدامهم غير نار بتولعي اهي نار بقالها بيتحم عليها تلات تلاف سنة زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال القوقد عليها ألف سنة حتى بيضت وألف سنة حتى حمرت وألف سنة حتى سودت عمرك شفتي نار سودة والأزول نار جهنم سودة وقال إن نار الدنيا بتاعتنا دي بحموتها دي كلها هي جزء من سبعين جزء واحدة إلى سبعين من نار جهنم حاجة صعبة جدا فيوم القيامة الواحد دي له قدامه جنة ونار خلاص دا مصير نهائي ما فيش بقى تبرجع طب شوية انت رجعت انت عشت قصدي براحتك ودينك الحرية الكاملة تعمل كل اللي نفسك فيه وكنت بتسمع الشيخ بيقولك ده حلال وده حرام وده صح وده غلط وكنت بتطنش وبتكبر دماجك وتقولك يا عم يعني ما ربنا غفور رحيم اهو قدامك فلما بيجوا الناس يوم القيامة بيشوفوا اهل البلاء زي الرجل الطيب ده قد ايه ربنا بيديهم بيعطيهم من الجزاء والدرجات وبيعوضهم عن الالم اللي قاسوه في الدنيا وعاشوه بيتمنى اهل العافية الناس بقى اللي ما خلوش ابتلاء ده يتمنى انه هما لو رجعوا الدنيا تاني خلي بالك بصي وقردوا بالمقاريد يعني ايه قردوا بالمقاريد انتي عارفة عارفة البنسة ايه مش منزلة الشعر اللي بيسموها البنسة او الزرادية البتاع اللي بيسكوا بيها دي كده اه اللي هي اللي بيصلحوا بيها الكماشة حاجة زي الكماشة بيصلحوا بيها دي كده زي المسابه المقصة كده تمام دي لو قفلت على واحدة هتقطع لحمه اكيد هتشيله بيتمنوا ساعتها انه هو يرجع الدنيا ويتقطع جسمه كله كده يبقى ياخد ابتلاء يكون جسمه كله تقطع كده شوف القلمة دي عنده قدرة يتحمل هذا القلم عشان يرجع لما يجو من القيامة ياخد ثواب زي الناس الناس اللي هما اتعرضوا لده اتعرضوا لده ده تشبيه يوريلك قد ايه ان الناس دي ان ربنا ما بيظلمش حد عشان ما يجيش واحد يقولك طب ما انا ما ربنا ما ما ادالوا ما ادانيش يا عم انا مش عايز الابتلاء ده يا عم كنت اخد فلوس جاتخيبا انت عابدت فلوس ايه اللي هيستاخدها دي ده ورق واحد صرف ومش هتنفعه في الاخر مش هتنفعك في حاجة ده كل ده فاني كله رايح عمي ضيئة بيقولك كله رايح عارف عارف كله رايح كل ده رايح مش حاجة قاعدة كله حينتهي ربنا الوأنا الى ربك المنتهى طبعا فما يجيش الانسان يسخط ولا يجزع ويصبر ويمشي في يعني ايه في كنف الله سبحانه وتعالى يمشي في ساتة ربنا كده ويتوضع لعباد الله ويخليه كويس ويشوف ربنا امر ايه بيعمله عشان لما ربنا يبعاكله بلاء يقوم يساعده يعني يقف معاه طبعا عشان ما ينزلش عليه البلاء يقسمه اتنين لأ طول ما انا اللي رصيد مع ربنا كويس ان شاء الله برضو ان الله بالناس يلرقوف الرحيم برضو لما يجي لي بلاء يجي لي خفيف تمام حتى لو كانت ايه له بس ربنا يرزقني الصبر معه يعني ساعات ممكن تشوفي حضرتك حد مثلا جات لو وصيبك بيلا ويقولي انها ربي ده انا لو جالي كده والله كان زمان يموت موت كلنا ما تقول كده طب ليه هو مماتش وليه يقدر يكمل لان ربنا تقريبا ادي له الصر الله يفتح عليك لان اللجوة ده ده ما حدش يقدر يعرف تركيبته ايه هل انا قدر اعرف اللجوة ايه ما قدرش ولا حضرتك تقدر اتعرف الكلام ده هل انا قدر اعرف مقياس صبرك ايه ومقياس صبر ايه لا لان البشر متفوتين الارواح مختلفة تمام العبرة مش بالجسد قد يكون انسان قد السفروت كده بس قلبه ده قلبه أسد واخده ده قدو انسان وحش ما عندش من يبدأ قدي عشر مرات وقلبه قلبه فرخاية بيخاء جبان يقول لك لا يا عم انا ماشي جنب الحطة وقد يكون واحد يعني تلتين كده وشبره نص كده تلاقيه جريء ويقاو ما شاء الله واحد تاني جبان وحويط وخبيس مزوط العطاية دي من عند ربنا سبحانه وتعالى فربنا لما نزل على هذا الجسد البلاء نزل معاه على القلب الصبر تمام بيدي الجسد ده بلاء بس من جواه بيديه شوية صبر فانت شايف الموضوع ضخم جدا الزب هو من جواه شايفه بسيط جدا ربنا مديه له قدرة انه يعمل احتواء للموضوع ده تمام عنده قدرة على ادارة المشكلة ربنا خلى قلبه يتسع للقضية دي ويستحملها ويعديها تمام فانا عشان كدنا عم أقول يان هراب يدنا لو ما تقولش اننا لو كنت مكانه تمام ما تقولش لو ما كانه كنت لانك لو كنت مكانه ما تقسهاش بالمقاييز انت بتبصله من من وجهة نظرك انت من انت حاسس ايه لكن انت ما تشعرف ربنا اداله ايه تحمل بيه البلاء ده تمام فالانسان دايما لا يقيس نفسه على الآخرين ولا يقيس الآخرين على نفسه تمام اللهم لك الحمد والشكر يكون راضي دايما يكون راضي يوم داي زي ما قلنا الحضرين يعني ايه في البداية كده ان حضرتك لما يجي له ابتلاء وحاجة تنزل يكون الامر يعني خفيف طيب حضرتك دلوقتي احنا يجبنا نعرف ايه الخطوات العملية اللي نعملها عشان نحاول البلاء اللي احنا فيه الايام دي لمسلا يعني حاجة ايجابية شيء مصمر هو دلوقتي احنا نلتجي الى الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا البلاء ده لان خلي بالحضرتك شوفي ما نزل يعني بلاء الا بذنب او ما نزلت عقوبة الا بذنب وما رفع الا بتوبة وربنا قال واتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ليه ربنا ما قالش واتوبوا الى الله ايها الكافرون ولا ايها الفاسقون ولا ايها الظالمون ده بقولك توب يا مؤمن يعني معنى كده ان عايز اقولك ان الانت كمؤمن متوقع منك انك هتغلط تمام وتوب يعني عايز اقولك ان ان انا هقبلك لما تغلط بس ارجع تمام فاحنا دلوقتي قاعدين في البيوت ما بنعملش حاجة قاعدين بناكل ونشرب وننام وبندخن وبس مش حاجة لكده اه والله طيب لو اقدر ان انا اساعد حد زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال والصدقة وتطفئه غضب الرب كما يطفئ الماء النار لو ان ربنا كرمني وانا بنشد الله رجال اعمال يفرجوا علي بلاش تقف البيوت الناس اللي شجالة عندك يعني انت كسبت كتير كرجل رجل اعمال وعندك مصنع وعندك شركة يعني موضوع الصدقة دي بيضة من العبادات طبعا انت دلوقتي حضرك انا رجل اعمال عندي شركة وعندي بصنع كسبت كتير وعندي ارسلة في البنك عارفين عندي شهرين ثلاثة اربعة زي ما يكون بتوع الكورونا دول تمام اطلع لله سبحانه وتعالى ما اطاعش مرتبات الناس اللي شجالة معي تمام لله انا بناشد رجال الاعمال ما تقطعوش مرتبات الناس طيب واحد يقول له انا ما عنديش شركة ولا عندي حاجة اقول له انزل الشارع بتلاقي الفوعلية اللي هما بيكونوا وعدين كده ستة ننسي في الشارع معهم ايه شكوش وقجنة وبتاع عايز عايز يعني رزقه بيومه يعني تقيم اشف وقعد يعني حالته تصعب على الواحد اكيد عنده يعالو في البيت وعنده مرات ولا عندهم وليت لايه هو عيان وعايز اي شغلانة اي حاجة اكل منها يعالو ايش اكيد ولا عنده تكيف ولا عنده شقة ملك ولا عنده بيت لو ربنا كرمك ومعك إرشين تقدر كل يوم تنزل في المنطقة بتاعتك توزع الف اتنين ثلاث اربعة عشرة زي ما ربنا مديك انزل وعمل ده يقوم لما ربنا سبحانه وتعالى ينظروا الى اهل الارض فيرى ان اهل الارض يصنعون خيرا ويتقربون اليه ينزلوا علينا رحمته انما نستوعد في البيت تقضي او لأوقاتها في المشاكل وفي الغيبة وفي النميمة وانم الساعة ستة الصبح واصحة الساعة خمسة المغرب اقوم انه ما عنده اشرف في سجاير وحشيش وقهوة لحد ما تيجي الساعة عشر بالليل على ابدأ افوق اقوم وغضب ربنا علي ولا صليت ولا اعرف ربنا عملت ايه في حياتي يعني بالله عليك ربنا خلقني وداني يوم كامل طب انا عملت في ايه ايه اللي انا قدمت لله في هذا اليوم حال انا قمت كده الصفة جسلت وشي وتوضيت وصليت وعدت كده اقرأ لي قرآن ربع ساعة نص ساعة وقرأ لي كده حديثين لي سيدنا النبي ابدأ يومي بحاجة لله تمام يعني هو اول خطوة مثلا ابدأ يومي بحاجة لله وكمان ان احنا نتصدق يعني على قدر المستطاع الايام الله يفتح عليك طيب اللي نقدر نطلعه اللي ننطلعه يبا انا ابدأ يومي بحاجة لله واتصدق تمام دلوقتي ما انا مكلمة طيب انا اخد حسين من الفيوم تفضل ايو تفضل وعليكم السلام انا بحييكم والله بجد على الموضوع اهانه وبشكر الدكتور عبدالله شكرا حضرتك الله يبارك فيك يا سيدي ربنا يبارك فيه يعني ويزود من علمي الله يسطرك وإياكم يا سيدي لو سمحتك انا عندي شؤور بس استفسار ممكن حضرتك ترد عليك تفضل لو حضرتك مثلا كم مثلا مش بيأمنوا بالله زينا مثلا واثبتهم مثلا مصيبة بالبلاء ممكن تعليشة حضرتك بس شوي بل حضرتك لو مثلا كم مش بيأمنوا بالله يعني مثلا الناس زي اللي عايشين بره مش مسلمين زينا تمام لو واثبتهم مثلا مصيبة أو بلاء هل ده بيخفف من الوقوبة بتاعتهم أو من عذابهم يوم ديانا ربنا سبحانه وتعالى قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم يعني بأطاش عنهم ولا هم وهم فيه مبلسون وربنا سبحانه وتعالى قال خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمنظرون لا فيه تخفيف ولا بيريحوا منه فالآية تحت الدخان اللي قلتها الحضرتك من شوهم فيه مبلسون يعني قائمون مديمون لازئين فيه 24 ساعة فربنا سبحانه وتعالى بيبعث هذا الأمر ليهم بناء على معاصيهم بناء على كفرهم بناء على ما يكون عندهم من مخالفة جسيمة لمنهج الله سبحانه وتعالى وأعظم مخالفة لله عز وجل وأعظم ما يعصى الله عز وجل به هو الكفر تماما شكرا لحضرتك نكمل بقى الخطوات هي كتأول خطوة من الناس تصدق قلنا الصدقة وقلنا أنا أبدأ رقم اتنين أبدأ يومي بذكر الله سبحانه وتعالى الراجل راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه يعني الدين فيه حاجات كثيرة جدا فمرني يعني أمرني بشيء أتشبث به قول لي على حاجة أتمسك بيها قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني اذكر ربنا كتير ربنا قال لي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن قال له واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة يعني خلي فيه ذكر اللي ربنا سبحانه وتعالى في حياتك مش أقوم من النوم أعود بها أسمع في الأغاني والكليبات والمهرجانات والحاجات دي كلها وعيش حياتي في القصص دي أنا وعيالي حد ما الموضوع ينتهي بالنسبة لهم لا مش ينتهي لأنه أفضل اللي بنام فيه بصحة فيه أيها بالضبط يبقى كده نزل البلاء خلي بالحضرتك ولم نتعذ منه مغربنا يقوله ما نرسله بالآيات إلا تخويفة طبعا الفريق العلماني أو الليبرالي بيقعد التاريق كل يوم يقول لك أول من يقوله البلاء والكلام يقول لك بلاء إيه ما هو كل حاجة بلاء عايزين يصرف الناس دايما عن العلقة بالله سبحانه وتعالى عايزين ينتزعوا من عقول المسلمين فكرة الخوف من ربنا سبحانه وتعالى عايزين يقطعوا ما بين العباد وبين ربهم يعني لازم الوحيد يعمل وقف مع نفسه مما لا شك فيه الإنسان لما يرى المصيبة ولما يرى النازلة ولا يراجع نفسه يبقى إنسان أحمق على طول لما لا يراجع نفسه يبقى إنسان أحمق يعني من السماء ولا أراجع نفسه يبقى إنسان أحمق نش يعني إحنا دلوقتي نتصدق ونسكر ربنا وحضرتك فينا صيح تانية أو بدات تانية أو أداية تانية ممكن يقولوها سريعا صلاة الرحم صلاة الرحم أبو يا أمي لنا ممكن أكون متنشهم ولا بسأل عليهم ولا عرفهم وأطيعهم دي مهمة جدا صلاة الرحم مهمة جدا سيدنا النبي عليه السلام قال لما خلق الله الرحمة تعلقت بالعرش فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فربنا قال أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فليصل رحمه ربنا سبحانه وتعالى يصله بزيت عشان في ناس في غفلة الموضوع هذا كثير جدا واللي يقطع رحمه ربنا سبحانه وتعالى أطاع خيره البنانية الحلوين اللي تعامل صحابتها كيوت وعسل وتعامل زميلها في الجامعة كأنها ملك بأربع أجنحة وتعامل أمها تلاقي صوتها قدام أمها أدل بتاعها كده تمام والولاد الحلوين اللي هو يعمل صحابه الرجولة والشهامة أبو الشهامة كلها ما حصلش ويجي مع أبوه يعمل فيها راجل على أبوه بزبط ويقل أدبه على أبوه ويزع الأمه ويتخن صوته عليها جاتك خيبة جاتك مصيبة أنت إيه اللي بتعمله ده ربنا ما هيكرمك لا في دنيا ولا في آخره الذنب الذي يعجل ولا يتأخر أبدا أبدا في الذنوب بتأخر اليوم الإيامة الذنب اللي على طول بيتسك عليه في الدنيا رقم واحد على طول العقوق تمام طب يا حضرتك ممكن تقول لنا إيه الدعاء اللي ممكن يتألف وقت زي ده اللي ممكن إنسان تقوله عشان ربنا يعني إن شاء الله يرفع عننا البلاء ده إحنا ندعي أنه اللهم إن نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وندعي الدعاء اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمه لأبي الدرداء رضي الله عنه كان سيدنا أبو الدرداء قعد في بيته فجاله واحد قال له بيتك بيولع النهار وليته بيتك بيولع قال له بيت ما يولعش جال واحد تاني قال له بيتك بيولع قال له ما ولعش وأحد ما كانه مستريح فالناس مستغربين جاله واحد ثالث قال له يا أبا الدرداء النار مسكت في الكن بيت اللي أبليك وجد عجت عند بيتك وقفت هديت طفت قال له أنا عارف أنها مش حلم تمثني بسوء قال له إزاي قال له في دعاية علمته من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقوله حين أصبح وحين أمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء ألمه اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم نقول الدعاة ده حين نصبح وحين نمسي وإن شاء الله ربنا يصرف عننا البلاء حضرتك طب ممكن تقول لنا نصيحة لمشاهدينك اللي يتفرجوا علينا يعني أنا أقول لهم علينا بالتمسك بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولازم نعلم الدين ده لأولادنا لازم نراهب أولادنا يا أستاذ نقول لهم أموا صلوا أموا توضوا خلي بالكم من ذكر الله نعلمهم قرآن نعلمهم حديث عشان الأجيال اللي جاية يطلع فيه عندها دين تطلع لسه عندها دراية بهذا الدين فربنا يكرمها لإني خلي بال حضرتك كلما الدين يقل في جيل كلما يزداد غضب الله سبحانه وتعالى عايزين نقاوم انتشار البلاء والمعاصف المجتمع سيدنا النبي عليه السلام قال دي حاجة عايزة اختن بها قال وما ظهرت الفاحشة قط في قوم حتى يعلنوا بها يعني تبقى الفاحشة حاجة كده طبيعي هائبة يا سيست مسلوب حياة لايف ستايل إلا فشى فيهم يعني ظهر فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الناس اللي نعرض اللي بتنادي بحرية المثلية واننا نعايزين نفتح بقى للشداد الجنسي والقرف والكلام ده كله اهو دا اللي بتكلم عليه سيدنا النبي عليه السلام كلما تفشوا الفواحش وتكتر على طول بيقول ايه إلا فشى فيهم الأسقام الأمراض يعني والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم فاحنا عندنا المنهج وعندنا الجزاء بتاعه نبعد عن البلاء دي كلها ونرجع على ربنا ربنا يكرمنا وده مش جهد فردي ده يازم جهد جماعي كلنا نتعاون في الرجوع ده الله سبحانه وتعالى والله لو كل واحد فينا كلنا عارفين معاصينا ايه كل واحد ياخد قرار بس ايه من لسة المعاصي بتاعته ويشيل كده معاصيتين ثلاثة لو أنا عملت ده وانت عملت ده والراجل ده عمل ده الدنيا هتخف ربنا يرضى عننا إنما كله يفضل ماشي كده ده زي ما هو ما بيبصش ما بيراجعش نفسه ده بقى الغلط تمام بشكر حضرتك جدا من دكتور عبدالله رشدي عالم من علماء الأزهار الشريف وأتمنى تكون معنا في حلقات تانية بعد كده إن شاء الله يحسن الشرف رب تكونوا استفدتوا معنا النهاردة ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله